بغداد أهلا بك سيادة العميد يعني ممكن تحدثنا أنه هل حصلت خروقات أمنية خلال هذا اليوم وخلال أيام السابقة يعني للتواجد الكثيف للزائرين إلى مدينة الكاظمية تفضل يا مرحب بكم ورحمة قناتكم الكريمة طبعا ببداية الحديث نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام وشعبنا العراقي العظيم بذكرى استشهاد أسد بغداد الإمام موسى بن جعفر طبعا نود أن نوضح بتوجيه مباشر من قبل السيد الوكيل الأقدم للوزارة الداخلية المحترم والسيد وكيل شؤون الشرطة المحترم والسيد قائد عمليات بغداد المحترم طبعا تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين سير الزائرين وتأمين أمنهم بتنفيذ مباشر من كل القطعات الأمنية المرور النجدة المحلية المكافحة الاستخبارات لجزء الأمنية أخواننا الجيش القوات المسلحة بأخواننا الحجيش كل الأجهزة الأمنية وبدون استثناء لغرض تأمين خطة الزائرين بالنسبة لي سؤالك حول وجود الحمد لله الحمد لم تحصل أي خرق أمني والحمد لله بغداد آمنة بأجهزتها بناسها بمواطنيها وأحب أطمئني أيضاً حتى تعقيباً على كلام استاذنا الفاضل سيد العميد الأخ عمار أنه لا توجد أي قطوعات وحتى بالنسبة للعجلات طبعاً تأمين خطة الزائرين المفرح بالموضوع أنه عدم مرور العجلات وعدم مرور الدراجات لا يعني بذلك وجود خشية من حصول خروقات أمنية لا لأن هذه الخروقات الأمنية انتهت وراحت إلى لا رجعها بجهود الأجهزة الأمنية كافة وبإصرارهم وتصميمه على تنفيذ الخطة الأمنية وتوفير الأمان للزائرين لكن بقدر ما هي أنه حتى لا تعيق حركة الزائرين أثناء توجههم إلى مدينة الكاظمية المقدسة طيب هل هناك سقف زمني ووقت ومتى ينتهي هذا السقف الزمني لهذه الخطة الأمنية لتأمين زيارة موسى الكاظم عليه السلام طبعاً بانتهاء مراسيم الزيارة راح تبقى الخطة الأمنية موجودة لحد ما تجي التوجيهات من قبل قيادة عمليات بغداد وسيد قائد عمليات بغداد المشرف الكامل على هذه الخطة راح تجي التوجيهات من سيادته بخصوص انتهاء الخطة الأمنية بانتهاء مراسيم الزيارة أو ما بعده لحين انتظار التوجيهات وبالتالي كل القطعات تأخذ مكانها المخصص عليه طيب ما تأثير الطقص هذا اليوم على عمل الأجهزة الأمنية هل هناك تأثير سلبي أم لا يوجد أي معوقات أو مشاكل أبداً نهائياً الأجهزة الأمنية تستلذ على هكذا أجواء وماخذين احتياطات لكل الأجواء الأجهزة الأمنية مستنفرة وهذا الجهد هو جهد مبارك حقيقة للأجهزة الأمنية فسواء كان الأمطار بشدتها أو غيرها ماخذين كل احتياطات ويستذوقون الأجهزة الأمنية بتأمين حركة الزيارة وسير الزائرين وبدون استثناء حقيقة كل الأجهزة الأمنية مستنفرة لهذا الموضوع نعم جيد العميد محمد الربيعي يا حب ذا لو تبقى معنا لننتقل إلى نعم أنا بس بعد إذنك تفضل أنا طبعاً قناتكم حي قناتكم الوطنية أنا سميها قناتكم قنات وطنية فعلاً لأن اتغطي كل الجهود الوطنية المباركة للأجهزة الأمنية وغيرها لكن أنا والله ثقي لمعزتي خاصة بقناتكم وليكون قنات وطنية جيت حتى ألبي دعوتكم لكن كثيراً شغالنا بالعمل الأمني فأني بعد إذنك بس تعذريلي حتى أطلع لأنه يستوجب بدونك الشعر نشكرك كثيراً لساعة صدرك وأيضاً لوقتك فعلاً أنتم مشغولين كثير لأنه ملايين تزور مدينة الكاظمية شكراً لحضورك الله يفكركم الشعر ومنورتنا الله يسلمك شكراً فرصلاً